متابعي قناة أسرار النجوم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد مش نحكي باليوم على الممثل المسرحي فتحي ميليد اللي عرفناه من خلال العديد من الأدوار في المساسلات التونسية ولعل من أبرز الأدوار اللي بقى تريسها في أبهان التوينسا دور شابروش في السلسلة تشوف لي حل كانت مسيرته حافلة بالنجاحات خاصة أنه تميز بروحه لخفيفة ويا ما ضحكنا معه حبيناه الناس الكل لكن مؤخرا تصنع لي أخبار مؤسوة برشا فتحي ربيش فيه عنده مشكلة في العمود الفقري وسيقه لسار مريدة حتى نظر وضعف برشا وظروف الاجتماعية محدودة للغاية في أول لقاء تلفزي بعد غيب طويل عن الأعلم اليوم فتحي ميليد يحكي بوجيعة كبيرة على المرض متاعه وين قال مرضي بداية بسبعة سنين للتالي وتوافديت من كرس المتحرك أما ما نجمش نتصغنى عليه ما نجمش نتعود على حالتي هكا أما ما نحبش نقاط ديما نحاول نيقف ساعات بالعكيكس رفضت 17 مليون في السينما مع دور فيه شوية سبين خممتنا الزوج أو كي مرضت إلي كنت بش نعرس بها توفيت حبيت نحرق أني وعشيري حمدي غوار الله يرحمول فرنسا يخير صادت لمروح في طيارة أو أنا سيقي مكسورة